نيبقى التلم شوية على النادي الأهلي وفي الحقيقة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بيمر بأهم فترات الفرقة وأصعب المباريات خلال الفترة الحالية سأقبقى الموقف احنا عطينا نفسنا فيه الظروف هي اللي خلت الأهلي يعني يخسر نقطتنا على أرضه في المباراة الأخيرة أمام فيتا كلوب انت خلاص بتتعامل مع الموقف الحالي ازاي تقدر تتخطى هذه المرحلة بالنتائج اللي انت بتتمناها ان انت تكسب بداية عندك مباراة الإسماعيل الأول نعفوا في الدوري يوم الأربع بعد بكرة وهي مباراة مهمة واللي نخليها أكثر أهمية كمان ان هي بتصبك مباراة فيتا كلوب ان شاء الله يوم 16 وهي مباراة صعبة بكل تأكيد وحاسمة في مشوار النادي الأهلي الأفريكي هتقولي الأهلي لسه هيكون بعد مباراة دي عنده مباراة تانين في دور المجموعات هقولك برضو دي مهمة لان انت بتتكلم بقى على مواجهات مباشرة الفرقة دي تعادلت معاك اتنين اتنين هنا في القاهرة مهمة قوي 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 انك تكسب هناك تكسب هناك يبقى النسب التأهل خلاص رجعت لك تاني بشكل كبير وبنسب كبير لكن الأهلي زي ما احنا عارفين ومتعودين دايما بيركز في كل مباراة على حد المباراة اللي جاية مباراة الإسماعيل المباراة صعبة جدا واللي مصعبها اكتر كمان ان الاسماعيل بيمر بظروف يعني صعبة جدا فبالتالي هتلاقي في قوة في هذه المباراة المنافسة فيها هتكون مش سهلة اطلاقا اسماعيل عنده امال وطموحات نفس الحال بالنسبة النادي الأهلي على الصعيد المحلي بيحاول يوصل لصدارة بطولة الدوري وهو لو فاز بالمباراة المؤجلة يبقى متصدر هذه البطولة المفضلة للنادي وجماهيره وبعديها مباشرة ان شاء الله بإذن الله الأهلي يكون كسب لإسماعيل مع نويات تبقى في السماء وده مطلوب قوي تروح بقى تلعب في تكلوب وتبقى مؤهل بالشكل النفسي الأنسب وتروح بشكل مبكر كمان هناك عشان ظروف الملعب ملعب تغيطين المباراة الساعة ثلاثة العصر الظروف اللي احنا عارفينها بتاعة أفريقيا مفروضة احنا متعودين عليها لكن هي أيضا بتؤثر بشكل أو بآخر في مسيرة الفريق في مجرات المباراة التحديدة بتتلعب ساعة ثلاثة العصر دروس كتير جدا استفادها الجهاز الفاني واللعبين على مدار الفترة اللي فاتت لكن مهم قوي انك تتعامل مع الظروف الحالية وتقدر تخرج بأفضل وأهم النتائج اللي تؤدي بإذن الله لحسم عدد من الأمور الهمة جدا سواء الصعيد المحلي أو الصعيد الأفريقيا تحديدا نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي فبالتالي مرحلة الحالية هي مرحلة صعبة وأحد أهم المراحل بالنسبة للفريق الأول لقرة القدم بالنادي خلال الفترة الحالية أو على أقل تقدير حاليا يعني مباراة فيتا كلوب هي أهم مباراة للنادي الأهلي خلاص لما أنت بتتكلم في الوقت الحالي أنت دي أهم مباراة بالنسبة لك في الموسم كله لما تتقطع المباراة دي إن شاء الله وتتأهل للأدوار المجبلة في بطول الدورة أبطال أفريقيا هيجيلك بقى المباراة الأكثر أهمية هي مباراة حاسمة في منافستك على اللقب لكن السقة موجودة في الجهاز الفاني واللعبين إن شاء الله بإذن الله يحققه مراد كل جميع النادي الأهلي في كل مكان